بس نجي نحكي على الانترال نيوتريشن الانترال نيوتريشن هو انه احنا دندخل النيوتريانس عن طريق الغاسترو انتستنال تراكت ياما عن طريق ال كيوب رايح بالغاسترو انتستنال سيستم او ياما عن طريق الماث اوكي يعني with normal food او اذا ما يقدر البيشنط يأكل اكل اعتيادي فممكن انه ننطيه عن طريق الاورال روت نقدر ننطيه سيب فيدنك نسمي الي سرح نيجي يعني عبارة عن بوكسات تجي شون العصير او هيتشفتشي تجي هذي يسمونه سيب فيدنك او من الممكن انه احنا 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 او 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 رايته او 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 تيوب فيدنك تكنيك ممكن للستامك او الدوادرم او حتى للجوجنام او اذا نيجي نحكي على السيب فيدنك السيب فيدنك هو البيشنط اللي بيكن درينك زيان بس او البيشنط ماذا يقدرون ياخذون ادكوت انتيك لمن هما احنا دنقول لهم اكلوا اد لبتم يعني اكلوا براحة ماذا يقدر البيشنط يأكل زيان ما عنده شهية ماذا يقدر يأكل فبس هو ده يقدر يكن سوالو ده يقدر يدخل فانجيب فيد سبيسيفيك سابلاي بوكسز او كارتونات صغيرة اللي هي ميتين مول دقريبا اوكي ال 200 مول كارتونز هذاني البيشنط يقدر شوية شوية سيب فيدنك سيبينك الهذاني الكارتونز اللي تحتوي على ميتين كالو كالوري و 2 جرامز نيتروجين بير هاي الكارتونة اللي هي ميتين مول اوكي فهينخليها بان السيب فيدنك او نقدر انه نتوجه الى التيوب فيدنك تكنيكس التيوب فيدنك تكنيكس يعني انه احنا دهندخل الفود عن طريق تيوب into the stomach او into the duodenum او into the jeugenum ف اليمين يدخل يعني يدخل عن طريق النوز مثلا نيزو غاسترك تيوب او يسمونه الرائلي تيوب تمام نيزو غاسترك اللي طبعا هو هذا يعني اكثر شي common اكثر شي شاعر اوكي من الممكن انه احنا ندخل مو من النوز او من الماث والى الستامك لا نقدر ندخلها بيركيتينيس لي اوكي بيركيتينيس لي عن طريق الجلد ف بيركيتينيس غاسترستومي او 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 من الممكن انه احنا يعني نيزو مو غاسترك لا نيزو جوجينو او نقدر نفتح فتحة بال جوجينو من جوجينوستومي اوكي فاذا هواية طرق نقدر انه احنا نروح نوصل للستامك او نوصل للدوادرم او نوصل للجوجينو عن طريق النوز او عن طريق البركيتينيس روت اللي هو عن طريق الجلد عادة اللي ينطوه هو ينطوه تقريبا 20 الى 30 مل بالساعة ونزيد شوي شوي يعني القول قنقول الان هو شوف جد القول اللي حاط الديتيشن فممكن انه نوصل لخلال 2-3 و بالليل طبعا احنا تقريبا خمس ساعات لانه مثل ما نعرفه كل ساعة المفروض يدخل لعشرين الى ثلاثين ما عدا بالليل خمس ساعات حتى نرجع ال الى الطبيعي طبعا احنا نقدر هاذا مثل ما نفوت ب يعني نقدر نسحب منه السحب شنو الاسبريشن شنو ليش المفروض انه نسوي للمفروض هاي المتيريال لمن تدخل للاستامك المفروض تروح خلاص لمن انا اجي ده اسوي ويطلع يعني هاي المتيريال ده ترجع نفسها او الاسبريت بيكون اكثر من ميتين خلال فترة ساعتها معناها انه لازم نقطع لازم نوقف شوية الى يطلع من الاستامك ويروح اوكي لان معناها انه هسا ما كو فما يصير انه نضيف رح يصير عند احتمال رح يصير عند زين رح يرجع رح ترجع المتيريال افوردز زين طبعا النازو نازو تيوب هي الابروبية في المتيريال من المتيريال اذا نفضل دائما نسوي خاصة اذا الفيدن متوقع انه يبقى اكثر من اسبوع نفضل انه نختار نزيل تيوب تيوبات ناعمة ليش لانه لتيوب هذا ما الانجي تيوب كبير فمن الممكن انه يضغط على الميوكوز سيوان الگاستر او سيوان الاسوفيجيال ميوكوز وما كان الضغط هذا يسوي اروجين فاحنا اذا متوقع انه الفيدن يطول اكثر لنسبوع المفروض التيوب اللي نختار هو فاين بور في دين تيوب هذا هو اللي ايش اللي راح يقلل او كوز 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 اروجين مثل هذا التيوب اوكي التيوب كلش ناعم زين زين او احنا مثل ما قلنا ممكن انه عن طريقة الغاستروستومي يعني انه نسوي فتحة بالستامك واللي هو قد تكون دايركتلي اوكي يعني غاستروستومي اعتيادية او قد تكون في شي سمي بيركوتينيوس اندوسكوبي غاستروستومي زين اندوسكوبي اندوسكوبي طبعا يعني ندخلها من الجلت واندر اندوسكوبي منوفرز راح ندخل into the stomach اوكي وطبعا with local anesthesia مشارط انه general anesthesia اوكي هذا الانسمي الPEG ولي هو هذا شكل هذا الPEG تيوب هذا البركوتينيوس اندوسكوبي غاستروستومي تيوب اللي داخل هسوين داخل الستامك جيجينوستومي نفس الشي ممكن انه ننضي يعني نيزو جيجينو تيوب او ممكن انه احنا نسوي جيجينوستومي نيدل جيجينوستومي واحنا ده نفتح لمن احنا فاتحين at the time of الابراتومي ندخل نيدل وندخل 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 الكاثتر into the جيجينو ونطلع عن طريق الاسكن اوكي هذا هو النيدل جيجينوستومي فاذن اكو هواي طرق بالنسبة لل انترال فيدنج من الممكن انه انه oral ممكن السب feeding اللي هو هم oral ممكن انه نيزو gastric tube ممكن نيزو جيجينو نيزو دودنال ممكن انه اكو جيجينوستومي ممكن اكو جيجينوستومي ممكن اكو percutaneous gastrostomy اللي هو الPEG الpercutaneous endoscopic gastrostomy كل هاي طرق تعتبر من ضمن الانترال فيدنج طبعا بشكل عام احنا اكو complications of internal nutrition اكيد يعني اكو complications related للتوب اكو complications related لل gastro intestinal يعني مثلا المال position انه يطلع من مكان او يدخل بمكان اخر البلوك ولذلك السبب لازم كل ساعتين احنا نسوي تقريبا كل او يعني من كل ساعتين وانما المفروض على الاقل مرتين باليوم نسوي احنا حتى ليصر هاي المشاكل وال blockage of the tube ممكن يصير بكسر صغير وممكن يلايك يصير leakage زين فبالتالي تطلع هاي المتيريال في اماكن اخرى مو بالمكان النهائي ممكن انه يسوي من الخارج او بالميوكوزة من الداخل gastro intestinal speaking لما نحن نطي ممكن ممكن يسوي نا يسوي الدايرية ممكن يسوي أو حتى يرجع ويسوي ممكن يسوي وممكن انه مثل ما يسوي داري ممكن لا يسوي بشكل عام احنا الانترال وال اكو بيه هاي مشاكل على وخصوصا اذا ننطي بشكل مباشر لان احنا عادة المفروض ما ننطي الفيدن بشكل مباشر لازم ليش لان هذا الجسم ما متعود هسه كل من ومن من احنا نجي ندخل بشكل سريع راح احتمال يصر عنده اللي هو اهم شي بيه هو الهايبو فوسفيتيميا والهايبو ميجميسيميا والهايبو كيليميا اللي يصر راح نجي نعش عليه فممكن يصر او 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 في بعض الحالات من الممكن انه نطي يس لان هذا احنا واكيد انفكشن ممكن يصر من الداخل او من الخارج الاندوجنس من البيشن اللي احتمال يصر اكوليك بالمكان الداخل اللي احنا فاتحين به وبالتالي ممكن يصر عند الاتهاب داخلي او نتيجة الهاندلين يعني لانه مد نستخدم بيئة كلش نظيفة ازي اما بالنسبة لل نتريشن نخلي ببعننا انه هو ادخال عن طريق ال وليس عن طريق ال طبعا هنا احنا ليش نستخدم نستخدم وعادة لمن احنا مدى نقدر انه مدى يقدر يتحمل الفيدنج شون يعني مدى يقدر يتحمل الفيدنج يعني مثلا البيشن بسوي اكستنسيف ريسكشن هو اصلا وين الباول اللي راح احنا يعني نضي فود بها اول اهم اكستنسيف او او احنا دا نريح نريح الباول حتى مثلا اكو على سبيل المثال يعني فتشي طالع للخارج فتشي للخارج اوكي من الانتسين والى الخارج شون تنسد الفتشي لازم انه مايفوت فتشي بيها فبالتالي لازم انا اوقف الفوت وشون يعني يعني اوقف على او على او بايشت عند لأي سبب كان فايضا نخلي بانه انه وهنا نستخدم ال ال طبعا بشكل عام ال اكو بطال اكو بطال اكو اعتمادا على المكان اللي احنا دينا طيبية او المكان الفين اللي احنا راح مستهدف اكو وال و اللي هي قد تكون ال او قد تكون ال او قد تكون ال او عادة اذا كان ما لل راح يطول اقل من اسبوعين نفضل انه احنا نستخدم بين يعني بال ايد يعني عادة لما يكون اقل من اسبوعين بس اذا الفترة عدت الاسبوعين او اذا متوقع انه هذا الاسبوعين راح يحتاج الى الفترة اكثر من اسبوعين فهنا ما راح يفيد او نحتاج الى اللي عن طريق ال قد يكون او عن طريق ال مثل ما نلاحظ بها الصور المشكلة الاساسية اهنان هي مشكلة الثرومبوسيس اللي ممكن ينسد الفين ليش لان احنا اولا من نسوي كانولا طبعا اكو سايكل احنا من يجي نحط كانولا راح نسوي اندوثيول دامج احنا ضربنا البسل لما نسوي الاندوثيول دامج راح يصير فايزو كونستركشن هاي نقطر كموح زيان احنا ننطي عن طريق هاي كانولا يصير ثرومبوسيس ويصير ونضطر انه ويصير طبعا بين ونضطر انه نشيل كانولا وبعدين نرجع نحط كانولا ثانيا وبالتالي ترجع نفس الحلقة زيان هي فهي شي يعني لذلك سبب احنا نستخدم او للناس اللي يطولون اكثر من اسبوعين او متوقع ان يطولون اكثر من اسبوعين نستخدم لهم شنو نستخدم لهم ال central feeding او يعني total parental nutrition طبعا الparental nutrition مثل ما اكو complications بال internal feeding بالparental feeding ايضا اكو complications من ضمن ها نفس الاشياء اللي هي related لل nutrient deficiency يعني hypoglycemia من الممكن اكو بالعكس يصير hyperglycemia نتيجة للover feeding hypocalcemia hypophosphatemia hypomagncemia اللي هي تصير نتيجة للre feeding syndrome ازين deficiency certain fatty acids بالزنك بالminerals بالtrace elements اذا احنا ممنطين الدايت متكامل او over feeding احتمال hyperglycemia او hyperosmolar dehydration ازين او in general fluid retention او electrolyte abnormalities او حتى استياتوس من الممكن يصير باللبة او اكساس fat hyper cholesterolemia hyper triglyceridemia وإلى آخره او excess amino acids uremia acidosis hypercalcemia كلها هاي من الممكن تصير نتيجة amino acid excess ازين ممكن تصير نتيجة للinfections yes sepsis نتيجة related infection او 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 in general هو patient نتيجة لل tpm ويكون اصلا معرض ال systemic substance نتيجة انه عند line وهو اصلا immunodeficient و الline بحد ذات لمن احد اندخل هذا الline اندخل في مكان خطر خصوصا اندخل subclavian او internal jugular او external jugular من الممكن انه يصير pneumothorax ممكن ينضرب fed artery ممكن يصير air embolism ممكن ينضرب lymphatic thoracic duct من الممكن حتى مرات الheart يصير penetrated ويصوي انك cardiac tamponade او ممكن plura وتصير plural effusion او hydromedia stynam كل هاي تفاصيل من الممكن انه تصير نتيجة لل poor placement of the line او long term بغض النظر عن هاي الأكيوت things اللي من الممكن يصير at the time of insertion long term من الممكن يصير occlusion ومن الممكن يصير venus thrombosis مثل محجين اما بالنسبة last but not least اللي هو refeeding syndrome هو انه احنا الpatient الbody ما راح يتحم اي body اذا كان in starvation mode راح يكون at full alarm و راح يكون عند deficiencies وعند خلي نقول fed يعني fed depletion بال electrolytes intracellular دي لدرجة انه احنا اذا اجينا انطينا يعني انطينا الفيدنج بشكل سريع راح رأسا يصير fluid electrolyte shifting into the cells وبالتالي راح يصير hypo cal cal hypo magne hypo phosphatemia واللي هي اهم شي طبعا هذا الشي مو فقط بال enteral feeding ممكن يصير بال enteral feeding ممكن يصير بال parental feeding بس لانه parenteral nutrition تصير عن طريق البلد والتالي in direct contact with the cells فيكون مور common بال parenteral اكثر من ال enteral feeding في results in hypo phosphatemia hypo calcemia hypo kalemia hypomagnosemia وكل هاي الاشياء اكيد احنا نعرف انه electrolyte disturbances ممكن تأثر على الهارت ممكن تأثر على الbrain فممكن تأثر على الهارت ممكن تأثر على الاتوي arrhythmias ممكن تأثر على الbrain ممكن على respiratory dysfunction او deteriorating respiratory effort او seizures او او تتاني نتيجة السبير hypo calcemia اللي ممكن اتصير او حتى ال liver ممكن انه يتأثر فيصير liver dysfunction ويوصل الى بعض المرحلة الدف لذلك السبب calorie delivery it should be slowly increase والvitamins it should be administered regularly ليش الvitamins وخصوصا الثايمين لانه الثايمين هو اكثر فيتامين راح يستهلك لما نحن دانطي feeding to a starved body ليش لانه هو يعتبر coenzyme ويعتبر اكو cellular depletion كل شوائل فبالتالي الثايمين راح يصير utilized لانه يريد يحرق اللي glukos ويصير cellular uptake of potassium calcium magnesium phosphate وبالتالي كلها راح اصير hypo 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 hypo